سيد الرئيسي يسرني بن أدلي هذا البيان نيابة عن مجموعة من 35 دولة تدعم السيادة الكاملة للمغرب على أقالمه الجنوبية ترحب المجموعة بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة لها في مدينتي الداخلة والعيون والتي تشكل رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري لصالح السكان المحليين إن قضية الصحراء نزاع سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب باعتبارها جادة وذات مصداقية من أجل التوصل لحل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء ترحب المجموعة بتعيين سيد ستافان ديمستورا مبعوثا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة والذي عهد له بإعادة إطلاق العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة على أساس الصيقة التي تم تحددها خلال الموائد المستديرة المنعقدة في جنيف وذلك وفق لقرارات مجلس الأمن ولا سيم القرار الأخير رقم 2622 والذي يرمي إلى تحقيق حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي مبنيا على التوافق إن حل هذا الخلاف الإقليمي سيسم لا محالة في تحقيق تطلعات المشروع للشعوب الأفريقية والعربية في التكامل والتنمية وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي من أجله ويبذل جهودا مخلصة ومتواصلة لبلوغه لقد انخرط المغرب منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء طوعي وعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولا سيما مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان من أجل تأزيز حقوق الإنسان واحترامها في جميع أنحاء التراب الوطني للمملكة ويذكر في هذا السياق ترحيب مجلس الأمن في قراراته بشأن نزاع الصهراء بالدور الذي تلعبه اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخل والعيون وكذلك بالتفاعل الإيجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابعة